ولأول مرة نشى التدخل اللاعبين في قرارات إدارية أول مرة في تاريخ الكرة المصرية فبتخليك وانت مندافع بكل عواطفك مع المنتخب وكل أمالك وعمال بتتشعبك في الإيجابيات فجأة يروح لحد دلق عليك دوش سائع كده يقولك فوق وانت متاخداش جد أولا إن الموضوع فيه شوية ألق يا أستاذ إبراهيم أنا الحقيقة لا ولا بل مخش تتكلم في أزمة عمر واردة أنا بتكلم في أزمة الإدارة عمر واردة ما هو إلي نموذج خلي بالك عمر واردة ده ابني كرويا بالمعنى الحرفي يعني أنا أول مرة أشوف كابتن عمر واردة جابهه للأستاذ عصام فتح الله ورجو الأعمال سكنداري من نادي سبورتين ولقيته جايب معاه هذا الشاب الذي يمتلق موهبة وقال لي عمر ابني كابتن متحة واردة وده لعب كرة كذا كذا بيلعب فين قال لي ده أنا ده بيلعب مع أصحابه في نادي سبورت يا عمر أنت عايز تلعب كرة ما لقيتوش متحمس أوي فقال لي هو مش متحمس لأنه عنده طلب غريب قلت له فيه إيه عمر قال لي يا يا إذا كنت حاجي أتمرن مع الفريق الأول عنده 17 سنة وميستر مان جيسيه هو اللي مرني يا حاف ضلال عبانة وصحابي كده عايز الدرجة الأولى على طول عجبني هذا عجبني المنطق ده عجبني الطموح ده ولكنه مش حاجة مش طبعية سبت وخرجت وروحت الميستر مان جيسيه في القوضة قلت له خليك دقيقة واحدة قلت له فيه وضع غريب ححكولك ما صدفنيش معرفش انت هتاخده بجدية ولا لا حكيت له قال لي هو قال لك كده قال لي هتهولي تعالي عامر قال لي فيه قلت له رايحين لمستر مان جيسيه روحنا على القوضة قلت له كورة قال له انت بتقول لمستر عدلي كذا كذا يا مستر مان جيسيه مرني انت عندك كم سنة قال له يعني 17 سنة قد القرار اللي انت بتطلبه ده فادحكوا قال له ايا كابتن مستر مان جيسيه خدوا وبعض شهر خدوا معاه السعودية ولعب ماتش القادسية وبدأت مسيرة لعب موهوب جدا وبدأت معاه مسيرة من الاخطاء التي يجب ان تصوى وانا كنت بتعامل مع هذا الموضوع كأنه ابني كابتن ميت هتقول لي كده مسئولتك يا عدلي اعتبره ابنك وكان بيلجأ لي في حاجات كتير كنا بنتكلم اه لكن انا مش هناقش هو عمل ايه مش بتاعتي لان انا برضو ضد اتخاذ اي قرار بدون تحقيق لانك بتضطر تخش في البلبلة دي وانت لحققت وطيقنت وخدت قرار اللي حينقشك تقوله ده احنا محققين ومطيقينين بالخطأ لكن انا بانظر الموضوع من نظرة تانية ساذ ابراهيم احنا مشغولين في هذا المعسكر بالمشاكل وبالفيسبوك وبالتويتر انا قلت ان دي اجواء كأس العالم فما كنتش متصار موضوع بقى اختر ان اللعيبة بقت انفولفت بقت لها داخل بقت بتناقش خرارات الادارة ومش بتناقش ماشي من حقهم ان هم يبقى صاحبهم وعايزين يلتمسوا فرصة تانية له الكلام ده لو كان في اروقة المنتخب مع الادارة ومع المؤسسة هانيا بوريدة مقبولة لكن ينتقل هذا الى الشاشات وإلى الملاعب وإلى الادلاء بتصريحات من كابتن الفريق الذي يقيم انه احد القلاء المحترفين بجد يعني عندما يشار الكابتن محمدي يقول ده نموذج اللعب المحترف وهو كابتن فريق ربنا اكرامك وعلى فكرة من ناحية الفنية لعب واحدة من افضل مبارياته مع المنتخب بالامس ولكنه كان حريس جدا وهو غاضب يطلع يقول واحنا ومش هنسمح وحنسمح ويطلع يشاور باتنين وعشرين ولعبة كبيرة زي كابتن عبدالله وكابتن مش عارف هما دول ده المزعج في الموضوع ان اللعبة الكبيرة لازم تصدر مفاهيم الاحتراف يعني انا ممكن اللعبة كبيرة دي تروح لكابتن عمري تقول له هنوقف معاك بس خلي بالك انت غلطت وعملت وسويت ورغم هذا هنوقف معاك ويروح يلتمسوا فرصة تانية كلهم ندينوا فرصة تانية لكن نطلع نجيب جود نبتدي نتكلم مع الجمهور ونتكلم مع الاعلاب ونرفض القرار الذي نسب وقتها الى رئيس الاتحاد فده كلام يا اخواننا لا لا في احتراف ولا في حاجة ابدا فيه ان بقت استعلاء واستقواء عندما يكون الجمهور اقوى من الادارة هذا خطأ عندما يكون اللاعبون اقوى من الادارة خطأ افدح لان فيه امور بعيدا عن الفنيات ما ينفعش يبقى حد اقوى من الادارة فيها الادارة ممكن تغلط تقويم الادارة مش عند اللاعبه اه تذكر الكابتن صالح لما استقال ها فجيه كابتن صلاح حسني كابتن انور السلامة كانوا مدينين انه استقال وان المجلس قبل استقالته من اشراف عالكورة ومن المجلس ككل واكتمعه انا حضرت جزء من هذا الكلام وكابتن صالح بيكلمه احنا رفضين هذا القرار قال له امه تميل تمالكم ازاي انتوا عايزين تدخلوا في موضوع يخصيني انا والادارة ازاي يبقى القراء يعني انا لما استقوى باللعيبة اعرف هتكلم معكم في ايه وهو عضو مجلس درف في السامنين كان مشرف عالكورة اه فقال لهم يعني انا انتوا عايزين تعملوا ايه لا مش يا كابتن لازم بيقى انا موقف قال لهم الموقف الوحيد انكم تركزوا وتلعبوا وتكسبوا عشان خاطر نديكوا ده الموقف الوحيد اللي يرضيني هي الالاقة كده فانا مش بناقش وقع التحرش ولا وقع انا مليش شأن بهذا الامر يعني طبع كلنا بنرفض هذا الكلام كان حصل يعني انما انا برفض المعالجة التي تم بها هذا الامر وانا لحد الوقتي الموضوع غامض بالنسبالي هو في اقاف ولا مفيش اقاف في رجوع عن القرار ولا مفيش رجوع عن القرار هو دور اللعيبة ايه في الضغط على الادارة يعني يبقى كلنا عاملين اللي علينا وعايزين اللعيبة تعمل عليها في الملعب بس منها تركز مش اكتر من كده وعندهم فرصة ذهبية يا جماعة البطولة صعبة ده كلامي اللعيبة المنتخب البطولة صعبة جدا اذا ما كناش مركزين قوي هتبقى هتبقى مشكلة انا انظر الامر من هذا المنظور لكن انا لا بحكم ولا بقيم ولا انا يعني لا خلينا نقول بس حقيقة الامر بشوانتس عندك معلومات انا معرفاش قولها هي قضية اعلامية مهمة جدا اه والاهمية فيها اهمية توقيت لانه المنتخب في بطولة وبطولة بيصدفها بالزبط كده فالتوقيت مفيش اهم من كده طبعا الاثارة مفيش اكتر من كده في ظل ثورة السوشيال ميديا اللي هي صنعة الازمة في الاول فانت على سطح اعلامي مشتعل جدا في توقيت بلغ الاهمية في حدث شديد الاثارة لانه بيتعلق حتى على مستوى الاعلام صحف كتيرة بره اجنبية كبيرة تنقلت اخبار التحرش واللي حصل والصورة انستجرام خبر مهم من بطولة المتخب اللي اشار ليه المهندس عادلي في ثلاثة اربع نقاط لازم ان نقف عندهم ببعض المعلومات حتى طبعا عمر واردة لعيب مهمهوب واحد من ولاد النادي الاهلي فكرة انه اخطأ اه اخطأ اخطأ التفاصيل اللي عند جهاز المنتخب انه اخطأ ثانيا الناس اللي قالت فرصة تانية ما هو الخواجة خفير اجيري نفسه في المؤتمر الصحفي اللي فات لما تسأل على وقعة التحرش واذا كان فيه عقوبات ولا لا قال لا انا لغاية دلوقت قبل وقعة عمر وردة في الوقع الاولانية يعني انا بس عايز اتوقف هنا يعني وفيه وقعتين ولا هي دي الوقع الاولانية يعني الوقع الاولانية بتاع تعرضة الازياء اذا فيه وقعة تانية وتم توجيه لفت نظر اللعبة والجماعة لازم نركز اكتر من كده واجيري قال لهم انا بعيدا عن الحدوتة نفسها وتفاصيلها قال اللي مديقني ان اللعبة طول الوقت مشغولة بالموضوع ما بيتكلموش مع بعض كتير طول الوقت كل واحد ما فتح التليفون بتاعه وشغال مع نفسه وقال ان ده جوه هو مش حابه يعني ويتمنى ان الكل يبدأ يتكلم مع بعضه واللعبة تبقى فيه ألفة بينهم الى ان حدث مبارح مبارح الصبح المهندس هان يهاب لهيطة مدير الجهاز المنتخب وصلوا فيديو جديد منسوب لعمر ورده فيه تجاوزات والسوشيال ميديا اشتغلت طبعا كان فيه سابق انذار عن واقعة التحرش بتاع عرضة الازياء هنا لانه فيه سابق انذار وفيه وضع ما عادش ينفع السكوت عليه خارج لا يعني الانذار يعني ايه اما تاخد الكارت الاصفر لما تكرر تاخد الاحمر وما يعني انذار ما تديش بقى فاللي اخد القرار على الفطار مبارح الصبح يهاب لهيطة واتصل بالمهندس هان يا بوريدة بوصفه رئيس الاتحاد ومشرف على المنتخب فيه وضع كذا 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 يعني اهاب لهيطة اللي اخد القرار انت متأكد من المعلومة دي طبعا لانه كمان قال للمهندس هاني قال لي انا بوريدة ما هو القرار يا امان انهمش انتوا بتطلبوني بالانضباط في روسيا دفعتوني الفاتورة كنت مشاهيله المسئولين قال له في روسيا دفعتوني الفاتورة ومحدش طبع يدفع عني وكل الناس اللي كانت بتطلب خدمات لتسهيلات لدخول زويهم وقريبهم لمعسكر المنتخب هم اللي طلعوا يقولوا مدير المنتخب هو المسئول فقال له لا انا محدش في جنبي في روسيا فمحدش هيوا في جنبي هنا الا انا في وضع غلط يستوجب قرار حاسب وانا قال له طب نشوف الخواجه قال له مليش دعو بالخواجه الخواجه ليه الامر الفني لكن انا لما اتكلم على امر انضباطي امر سلوكي القرار لي انا كمدير للجهاز موقف يحساب له وان كانت اسبابه مش انا مهم مش موافع على اسبابه انا محدش وقف جنبي انت بتعملها انتصارا لمبدأ وانظام يعني انت بتتكلم على انه القرار الفني قال له لا ده قرار مش فني طيب جي المهندس هاني وبريدة قعد مع الخواجه الراجل بقى متحفظ اجيري لا هو لعيب مهم وانا محتاجه قال له لا بس احنا محتاجين الانضباط اكتر الوضع كان وصل لمرحلة مش هينفع انسكت عليها بس ده اللي جاء بعد كده هيبقى كبير بالضبط فبعد اذلك يا خواجه عمر وردا مش معاك من دلوقت وقال لي هبخد بالك انت هتكمل بـ 22 لعب لانه مفيش استبدال والكاملو اللي لسه مرفوض لها الطلب استبدال لعب عنده مشاكل في الشرعان التاجي فبالتالي انسى حكاية انك هتستبدل قال له مفيش مشكلة هنكمل بـ 22 طبعا النقطة السلبية تم اعلان القرار مبارح 12 ونص دهر انه تم استبعاد عمر وردا موفد مع رئيس الاتحاد المراد طبعا القرار اعلن منسوبا لرئيس الاتحاد لانه عنده قرار كاشراف على المنتخب مش محتاج يجمع مجلس الاتحاد بالزبط بالزبط هنا التطورات السلبية تلت تطورات انت عايز تحافظ على موهبة لعب زي عمر وردا في خطأ اه في خطأ خطأ ما ينفعش السكوت عليه ما ينفعش السكوت عليه لازم ان يقوم لازم ان يقوم انت ما قلتش اصلا فيه الاعلام سبق وقال تم استبعاده وحرمانه من تمثيل مصر طول عمره ولا ينفع يبقى كده مش موجود في القرار استبعاده من المنتخب في بطولة كهس الامم فقط هنا عمر الناس سألت طب هو ليه لغاية دلوقتي ولذلك ده اللي فتح الباب ليه مازال موجود في معسكر المنتخب قبل ما اجيلك على طول سألت يعني هو مقيم في ما غادرش يعني ايهاب قال لي هو دلوقتي موجود في غرفته لكنه لا على قوة المنتخب ولا يمثل المنتخب ولا بيأكل معاهم ولا بينزل التمرين معاهم كون انه لسه ما دبرش امره هيروح فين هيسافر ولا مش هيسافر هيروح اسكندريا الاهله ولا في مشكلة معاهم هيتدبر امره ازاي حتى الان حتى الان القرار الساري انه عمر وردة خارج المنتخب ولما بقول حتى الان ليه لانه ممكن قبل ما نخلص تحصل ضغوط معينة وتلاقي القرار تم التراجع عنه وهتبقى مشكلة اكبر وده اللي انا متوقع يعني بس هي المشكلة الكبيرة فين امبارح اخر الليل طبعا في مشكلة تاني غير كده الجزئية اللي المهندس عدل اشار ليها هكلمكم فيها مسألة ان كابتن المنتخب يجاهر بالرأي ضد قرار لرئيس الاتحاد احنا وصلنا الى قمة الفوضى الادارية قمة الفوضى كابتن المنتخب المنوط بيه تنفيذ القرار وحمايته هو اللي ضده ودي غريبة ممكن اقاو فينا بس عشان نوضح فضل انا اتفاهم تدخله في الامر بصفة ايه كافتن المنتخب واتفاهم تعاطفه مع زميله ما هو اجير يقال له بخليكوا وحدة واحدة هذا جزء من المظاهر الوحدة الوحدة ربما اراد ان يظهر هذا بس مش للإعلام ايوه ايه القلية انت لعب محترف تطلب من مدير الاتحاد وصلك برئيس الاتحاد وتقول له عايز اعب مع حضرتك كفندم ونبحث هذا الامر تاني بكل زواياه ونشوف نقدر نعمل في ايه لا تطلع تنتقد القرار في وسائل الإعلام ولا في الملعب ربنا اكرمك وعملت ماتش كويس وجبت جون مهم ما 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 تخليش الجون ده يديلك قوة انك تستثمر الجون حتى يعني انت بتحرض الجمهور ايه المطلوب يعني فكان الخطأ انه يطلع كابتن المنتخب احمد المحمدي بعد المبراه ويعلم تضامنه ومش بس تضامنه مش هنسمح ومش هنسكت والكلام من ده زي ما المهان سعاد قال حتى بنبرة حدا فيها تهديد يعني مش لقرار صادر على الاتحاد او عن رأس الاتحاد ثانيا ثانيا مفهوم الحرية الشخصية دي برضو نقطة نظام اصلا اللاعب اللي ليكوا علينا احنا كلعيبة مستوانا في الملعب وارتزامنا في الملعب وانضبطنا في الملعب بعد كده كل لعب لا يا حبيب وما يدرش يعملها في اي مكان طبعا الا في منتخب مصر طبعا مين قالك ان حرية انت شخصية عامة خلاص وموجود في مهمة عمر نفسه واجه مشاكل في اليونان ومشاكل في البرتغال انا مش بنخش عمر دلوقتي انا بنخش مفهوم ده كابتن الفريق واحد المحترفين الناجحين اللي لهم مسيرة فكلمته اصبحت درس مجاني لنشئنا وان شبابنا خطرتها بالنسبة لي هنا لما اللعب الناشئة تبتدي تخلط وقولك دي حرية الشخصية لا يا حبيبي حرية الشخصية هم تبطل بالزبط طول ما انت في مهمة وانت تمثل اه 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 جماهير وتمثل بلد وطن طبعا وحتى لو على مستوى الاندية ما فيش حاجة اسمها دي حرية شخصية كل ما يسيء اليك يسيء الي الجهة اللي بتمثلها صحيح عشان كده امبارح كمان بالليل بعد ما رجعوا من الاستاذ عملوا اجتماع قاعد لغاية الساعات الاولى من اله ودي قضية قضية على فكرة يجب ان نتبناها هل تصرفات اللاعب الخاصة منفصلة عن مسئوليته تجاه نديه او بلده هل دي فعلا يمكن احنا الغلطانين غلطانين مسأل فيه سؤال مهم هيكون في الفقرة التانية معانا اتنين من كبار المحللين في مدارس مختلفة مدرسة عريقة في التحليل الفني وخبرات الكبيرة لكابتن فتح نصير والرؤية التحليلية الشابة والوعدة لكابتن احمد بلال فبالتالي حناش جزئية مسئولية النجمة ما بين الحرية الشخصية والمسئولية المجتمعية كمان بس زي ما بقول لكم بارح اخر الليل بعد ما الفرقة رجعت من الاستاذ حصل اجتماع حضروا من اتحاد الكورة المهندس هاني ابو ريدة والمهندس احمد مجاهد والدكتور كرم كوردي مع اللعيبة مين اللي دعا للاجتماع مع اللعيبة اللعيبة اللي طلبت الاجتماع اه اه مش اللعيبة لا لا اللعيبة عايزين نقعد معاك مهندس هاني فجاب احمد مجاهد وكرم كوردي والجهاز موجود قعدت لفترة طويلة كلهم بيدافعوا عن حق عمر وردة في العفو عنه وخلاص والمسامح كريم وهيتعلم الدرس ودي له فرصة تانية والكلام ده كله وباقت المسألة هم مستندين على رغبة خفير اجيري الحتة الفنية والرجل خلاص محتاجه لا وبرده دي نقطة غلط وراجل مش من حقه ابدا يتكلم ما يمش من حقه مع انه صدر اللعيبة فيها بالضبط هو ايه اللي احنا فيه ده فنام الجميع بدون قرار لكن حالة اللين اللي ظهرت عليهم شوية قدت الانطباع لبعض اللعيبة انه خلاص تم العفو لكن انا بقول لكم لغاية لما طلعنا هوى مفيش قرار صدر غير قرار الايقاف تسمع لي برضو نخده جزء جزء كده اعجي اسألك بكرة عنده تمرين حتى الان تأكيدات جهاز المنتخب انه عمر مش في المرانة اعجي اسألك سؤال هنا استاذ فراهيد اه دلوقتي اللعيبة عملت اجتماع ومتضمنة وشكلهم مش بيطلبوا شكلهم بيقولوا عمر يرجع لان عمر يرجع لو هو مناشدة كانت بقت في اطار المناشدة ويبقى انت هتقبل القرار ايا كان اتقابلت الالتماس ما تقابلش الالتماس ها لكن طب افرد طربويا بقى الرئيس الاتحاد رأى انه ما ينفعش ان يقبل هذا القرار طب موقف اللعيبة ايه هيلعبوا هما متضايقين هيعتبروها بقت هزيمة هيعتبروها بقت ضغط ما جابش نتيجة يعني هيعملوا ايه ليه وردتو نفسوكو انك لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله يحصل حاجة فتتفهم ان انتو ما عملتوش اللي عليكو تجاه بلادكو وانتو عاملين اللي عليكو تجاه بلادكو خاصة اللي جاهر بالرأي المحترفين الكبار ما هدين نقطة اللي قلقاني جدا يعني بتبتكلم على محمد صلاح والجازي والنيني والمحمدي دول اللي كتبوا تويتات مساندة ودعمة يعني حتى طب انت علمتو الجداد ايه اللي في المنتخب الجداد يعني انتو كناس باقدمياتكم وقيمتكم وفي كل يوم ما يبطل مقيم الانضباط اللي انتو فيكم يوم ما هيبطل هيبقى مسؤول يا في الاتحاد يا في الاعلام يا في التدريب مش كده يا في الادارة هتتعاملوا مع المواقف دي كده بالطريقة دي ان يابني اعمل انت عايزه انا مليش منك الا الملعب هل دا حقيقي عايزين ننقش ويا ريت عشان برضو هنعتبر ان احنا رأينا مش ملزم ومش صح هي وجهات نظر لانها هي في الاخر مش خنائة يعني هي في الاخر انت بتقول رأي لكن عايزين بجد نناقش هذا الامر بعد البطولة مش هننقش الوقت عشان ما تكبرش الامور يعني بعد البطولة عايزين نشوف حدود الادارة ايه حدود اللعيب ايه حدود الجمهور ايه حدود بالظبط لا انه كمان مش عايزين المسألة توصل لطبيعة المشاكل اللي بتحصل بين النجوم والمنتخبات الافريقية يعني الكل شوية بقالهم مطالب صحيح هناك بتبقى مطالب مادية بس المطالب الادبية والمعنوية برضو بتأثر طبعاً